التقى الدكتور فيصل مقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين سفير شهشياويان المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى سوريا والوفد المرافقة له واستعرض الجانبان العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة وأشار الدكتور المقداد إلى أن العلاقات السورية الصينية استراتيجية ومتطورة معبرا عن شكر وامتنان سوريا حكومة وشعبا للدعم الذي تقدمه الجمهورية الصينية الصديقة للشعب العربي السوري في حربه على الإرهاب من جهته أعرب شهشياويان عن استمرار دعم الصين لسوريا بجهودها في مكافحة الإرهاب وكذلك في تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية لسوريا بدورها بحثت الدكتورة بوثينا شعبان المستشارة السياسية والأعلامية في رئاسة الجمهورية مع المبعوث الصيني الخاص تعزيز العلاقات بين البلدين ودور الصين المحوري على المستوى الإقليمي والدولي وفي تصريح للصحفيين أكدت الدكتورة شعبان أهمية الزيارة التي يقوم بها المبعوث الصيني إلى المنطقة روسيا والصين هم الذين يقفون في وجه هذا التمدد الإرهابي والدلالة على ذلك أن هناك قرارات لمجلس الأمن تنص على معاقبة من يمول ويسلح ويسهل مرور الإرهابيين إلا أن هذه القرارات لم توضع موضع التنفيذ على الإطلاق وأيضا الدلالة الأخرى هو أنه عندما تعاون الحلفاء بقيادة الجيش العربي السوري لفتح الحدود العراقية السورية ولتحقيق التواصل بين سوريا والعراق الأمر الذي هو مهم جدا للبلدين والذي هو يوجه ضربة قاصمة للإرهابيين رأينا أن الولايات المتحدة بدأت تقصف الجيش السوري مباشرة ووضعت راجمات صواريخ في الجنوب السوري ما هو هذا المبرر إذا كان الجيش السوري وحلفائه قد دحروا داعش لا يوجد مبرر سوى أن الأجندة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة واللي داعش هي أجندة مشتركة من جانبه قال المبعوث الصيني الخاص إن الإرهاب خطر عالمي يهدد جميع الدول وإنه يتوجب على المجتمع الدولي التعاون من أجل نبذه ودحره